نتحدث عن أمة الهكسوس أو الشعب الهكسوس الذي استوطن مصر في أحد الأسر الفرعونية واللي قارهم أحمس قاهر الهكسوس ابن سقن راعي وأحمس وكامس اللي نعرفه أن الهكسوس قدموا من جنوب فلسطين وأنهم قبائل راعوية جاءت إلى مصر واستوطنتها ويقال هم قوم سيدنا يوسف ابن عقوب ابن إسحاق ابن إبرايم الخليل ويقال النبي عقوب أنجب سيدنا يوسف وهو الاستوطن مصر وجلب إسنتي عشر أخا هم أصباط بني إسرائيل أكبرهم يهوزة وأصغرهم يوسف